أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان وصلني سؤال وشوي صيغة السؤال شوي حزينة وطبعاً أنا بشعر وبتعاطف مع الشخص اللي كتب هذا السؤال طبعاً هو السؤال عبارة عن معلومات طويلة وعن توقعات كان بينتظرها من الله فالسؤال كان هل الله يحتقر المسكين أو طلبات المسكين وكتب هذا الشخص هو مؤمن جداً وشخص عزيز عليه الظاهر مش كبير بالعمر أصيب بمرض السرطان بالكانسر وكان يصلي وكان عنده توقع وطلب من خدام من قصص ورجال الله وطلبه وصله وللأسف هذا الشخص العزيز على قلبه انتقل لعند الرب المشكلة الأصعب لما واجه الخدام قالوا له لأ الرب عشان بحبه أخذوا لعنده ومرات كتير احنا ممكن نعطي أجوبة بس الأجوبة تكونش كافية أو شافية للناس مرات كتير منحاول ندافع عن الله ليه يعمل هذا الشيء بتبريرات عديدة منقول إذا شخص صغير الله عاوز ملاك وأخذ لعنده ملاك مرات تانية منكون موقف هجومي لو كان عندك إيمان كان الرب لمسه وكان شفاه ومرات كتير منبرر أنه تعرف أحسن أنه الرب أخده الحياة الصعبة وكلنا رايحين لهناك وكلنا ميتين وكلنا مسافرين لعند الرب والرب بيحبه فالسؤال هل يحتقر الله المسكين بالطبع لا من ناحية تانية مش عاوز أنا أتمادى على الله وأسأل ليه وما ليه وكل هاي الأجوبة إحنا الأهم ندرس طبيعة الله وصفات الله وخلينا نعرف مين هو الله اللي إحنا بنتكلم عنه بتعرفه في حياة الخدمة أنا إلي تقريباً أربعين سنة بخدم الرب وشفت معجزات كتيري حقيقة شفت معجزات وشفت معجزات الرب شفاها من السرطان وشفت معجزات أخرى معجزات نعمة ناس مرضى بالسرطان ولكن كان عندهم يقين وإيمان فوق المرض الجسدي كان عندهم حضور إلهي غير عادي وفي استخدامات يعني مرات كتير في ناس ماتت والرب استخدم الفرصة لربح نفوس وشهادة علنية عن محبة الله وعن الله عن الذات الإلهية وكيف الله بيتعامل معنا الجواب أنا لا أعلم الله هو اللي رح يتكلم مع الشخص والله هو اللي رح يتعامل مع أي شخص بمر في هذه الظروف الصعبة والحقيقة ما عندي الأجوبة لهذا الموضوع احنا منعرف أنه الله حي احنا منعرف أنه الله موجود احنا منعرف أنه الله محبة وحنا منعرف أنه الله هو إله الخير وحنا منعرف أنه كل طرق الرب صالحة وكل طرق الرب عادلة وحنا منعرف أنه جميع الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله وقال لما كيف تفسر انه شخص يعني غالي وعزيز على قلبنا وبعده شاب او مرات بيكون خادم للرب والرب بياخده احنا بنقول قبل يعني ما يكمل رسالته او قبل ما يكمل المهم بتاعته احنا ما منعرف ما منفهم النظرة الالهية النظرة الالهية غير محدودة بتتخطى حدود الزمن وبتتخطى محدوديتنا اللي ممكن نعيش لحد مئة سنة مقابل مئة الف مليار سنة احنا ما منعرف ما منعرف الجواب وكل باعتقد كل حالة لها جوابها الخاص ومتل ما بتلاحظوا متل ما شايفين انا امين معاكم بالجواب فالموضوع صعب جدا ومنحزن على فراق الاحبة وهل الله بيرفض انسان؟ هل الله بيحتقر انسان؟ هل الله بيرذل اي انسان؟ اسمع مقال في سفر ايوب هو ظل عزيزهم يعني عزيزهم بيتكلم عن القدرة هو اله القدرة كلية القدرة ولكنه لا يرذل احدا عزيز قدرة القلب في سفر ايوب اصحاح 36 آية 5 هو كلي القدرة بس لا يرذل في ترجم التاني بقول لا لا يحتقر ثم في سفر المزامير مكتوب الله لا يرذل مسكنة المسكين هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصهم عين الرب دايما على بؤساء وعلى تعساء الارض الله لا يحتقر اي انسان لا يحتقر المنبوذ لا يحتقر الضائع الله لا يحتقر حتى الخاطئ مش عم بيحتقر حتى الخاطئ ولا المتروك من اعز من اغلى الناس على قلوبنا ولا يهمل الشخص المهمل من الناس قال المرنم ان ابي وامي قد تركاني والرب يضمني هو قال بيتكلم عن الرب انت قل تطلب وجهي وجهك يا رب اطلب لا تحجب وجهك عني قد كنت عوني فلا ترفضني ولا تتركني يا اله خلاصي ولا تخيب بسخط ان عبدك ان ابي وامي قد تركاني والرب يضمني احبائي خليني اسألك هل انت عندك اي مطالبة على الله احكي معاه هو بيسمع واحكي يعني اسأل السؤال مش غلط لكن من ناحية تاني هل انت وصلت الى مستنقع من اليأس عاوز اقول لك شيء مهم انه رحمة الرب اكبر رحمة الرب غير محدودة واسعة جدا اوسع من المحيطات ولا نهاية لرحمة الله محبته موجودة غير مشروطة غير محدودة هو اله الخير اله الاحسان اله كل نعمة نعمته ورحمته اوسع من البحر الطامي وهو بلا حدود بلا حدود تعرف مرات كتير احنا مرات بنصل بسبب الخطيئة لحالة الخزي والعار من انفسنا ويمكن انت وصلت الى حالي انك انت في مغارة مظلمة يعني حتى انت بتخجل من نفسك وبتخاف انك تشارك حتى اي انسان وفعلا ما فيك تشارك على امور اللي انت بتشعر فيها احساس بالخزي ولا سيما خطيئة او ماضي مظلم في حياتك مرة تاني الله لا يحتقر لا يرذل مسكنة المسكين ولما بتروح لعندي الرب تقول له يا رب ارحمني انت شايف انت عارف قلبي انت تعلم انت تعرف ما في قلبي الرب مش راح يحتقرك ولا يزلك ولا يخليك اللي بيخليك تحس بالعار وبالخزي هو الشيطان اللي بيشتك علينا وبحط شكاية واحباط ومفشلات ودايما بيورينا عيوبنا ومشاكلنا وفشلنا بس الله هو اله بكل نعمة عاوز يرفعنا عاوز يباركنا بكل معنى الكلمة يمكن انت في حالة الخجل على كل الامور اللي فعلتها في الماضي والشر اللي عم بيتهممك كل يوم لا بتعرف تنام وبتقوم عم بتفكر بالشر ولسيما انت عارف ومدرك انه الله شايف وعارف كل اشي وخجلان حتى خجلان من الرب ومش عارف وين تهرب ولا وين تروح واحنا بنشكر رب انه الله وضع هذا الجلد يخبي عيوبنا وما في داخلنا وبيخبي افكارنا تخيل لو كل الامور اللي منفكر فيها والدوافع اللي في داخلنا كشفت امام الناس يا على الفضايح اللي بتملى صفايح منظلنا نهرب كل الحياة ومنحاول نتخبه حتى يمكن في قاع الجحيم بس نهرب من حضور الله انا عاوز اقول لك اليوم ما تهربش لا تهرب من الرب بل بالعكس اهرب اليه تعال احتمي بجراحات المسيح اختبئ بالجنب المطعون وهذا اقدس مكان واجمل مكان والمكان اللي فيك انت بتحتمي بتقوله ليس فيي شيء صالح مش لاجلي انا ولا احسان فيي ولا لاجل بر انا في داخلي بل من اجلك انت يا رب من اجل الدم اللي سفك من اجلي وغطاني وغط عيوبي وسطر علي لانه ما حبته ساترة وغفرانه كامل وكفارته ساترة غافرة لكل عيوبنا نعم الله عزيز الله كلي القدرة ولكنه لا يرذل لا يحتقر المسكين وتأكد من هذا الكلام بغض النظر شو بتمر في حالة مرضية في حالة ظلمة في مستنقع من اليأس والبؤس في ماضي مليء بالخطية والعار والخزي وحتى خجلان من اقرب الناس وتستحح انك تشارك اي انسان ما تشارك ارفع عنيك لفوق قولي يا رب انت شايف انت عارف انت لا تحتقرني انا جاي نعم انا مدمن انا مقيد بالخطية انا عايش بضياع انا عايش في ظلمة انا عايش بتعيير وشكاوة العدو انا عايش تحت لعني مش شايف البركة مش شايف النور مش شايف استجابة الصلاة بس انت ما بتحتقرني انظر الى ذلي وتعبي واغفر جميع خطيائي نعم احبائي الرب ما بيحتقرك شورك تيجي باسرع طريقة للرب تقول له يا رب ارحمني انا الخاطئ استر على عيوبي غطيها بدمك وانا بقبلك اليوم رب ومخلص لحياتي واذا الرب لمسك اغفر وشارك الغفران وشارك هذه الرسالة والرب يباركك